قطعا ومما لا شك فيه الكل يريد أن يعلم أو يعرف المزيد من التفاصيل عن حادث الإطلاق الخاطئ اللي حصل من دبابة تابعة للعدو الصهيوني على الحدود بتاعتنا دخلينا الأول ناخد ما تفضل بإعلانه المتحدث العسكري لقوات المسلحة المصرية طيب تعالوا نشوف أنه خلال الاشتباكات القائمة دلوقتي في قطاع غزة واللي مستمرة زي ما حضراتكم عارفين بداية من 7 أكتوبر أصيب أحد أبراج المرأبة الحدودية المصرية بشظايا لقذيفة من دبابة إسرائيلية عن طريق الخطأ ده كده واحد يبقى برج المرأبة أصيب عن طريق الخطأ ببعض شظايا من قذيفة دبابة إسرائيلية بالخطأ المتحدث العسكري بيكمل في إضاحة الصورة أنه نتج عنده إصابات طفيفة الحمد لله لبعض عناصر المرأبة الحدودية وأشار إلى إبداء الجانب الإسرائيلي أسفه على هذا الحادث غير المتعمد أول ما حصل هذا الحادث فور وقوعه وخليني أخد خطة عند الحتة دي علشان نبقى معلمين عليها أنه العدو أبدأ أسفه طيب بالمناسبة لازم تبقى فهم أن العدو أبدأ أسفه قبل حتى ما مصر تطلب توضيح أو تطلب اعتذار واضح يعني تاني الجانب الصهيوني اعتذر فور الحدوث فور وقوع الحادث قبل ما مصر تطلب اعتذار عن اللي حصل وهكمل لك ليه طيب المتحدث العسكري أيضا قال أنه جاري التحقيق في ملابسات الواقعة طيب جاري التحقيق هذا لا يعني على الإطلاق أنه لما الجانب الصهيوني يعتذر يبقى الملف تقفل لا الملف ما تقفلش هم ما يعتذروا ولازم يتعمل التحقيق وهنشوف التحقيق بيوسفر عن إيه ده كلام الجيش المصري ده كده من الآخر طيب من جانبهم الكيام الصهيوني فإنه قناة القاهرة الإخبارية أعلنت وقالت أنه إسرائيل بالفعل كانت قدمت الاعتذار لمصر عن قسف بالخطأ من إحدى الدبابات التابعة لها لموقع مصري قرب الحدود بطريق الخطأ وأبدو الأسف والاعتذار الواضح خلينا بس نبقى كلنا فاهمين الموقف الموقف بيقول إيه ده بالضبط اللي كنت بقوله لزميلاتي لا أحد يستطيع تحمل غضبة الجيش المصري خالص أدي واحد الكيام الصهيوني يعلم جيدا حجمه وقدرة القوات المصرية والجيش المصري يعلم هو مجرب بالمناسبة يعني ويعلم جيدا أنه حتى في الوضع الرهن بقى اللي احنا فيه ده لا من خمسين سنة 1973 ما فعل شيء وما تستطيع مصر القيام بيه في حال الاعتداء على حدودها أو على أي فرد من أفرادها بشكل متعمد أو في محاولة للاستفزاز الرد المصري هيبقى مخيف وأكبر بمراحل من 1973 هل بس الجانب الصهيوني اللي عارف كده لا بالمناسبة هو كل القوة الدولية تعلم ذلك من أكبر قوة عسكرية موجودة إلى أصغر قوة عسكرية موجودة على ظهر البسيطة يعلمون جيدا قدرات وقوة الجيش المصري لا أحد يريد استفزاز مصر عسكريا على الإطلاق مش علشان الحب لا أحد يريد استفزاز مصر لأنه الكل يعلم أن ردة الفعل المصرية هتبقى مخيفة